ضربة تلو الأخرى تصيب النظام السوري من اغتيالات إلى انشقاقات طلت كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين وإذا كان انشقاق السياسيين وأبرزهم حتى الآن رئيس الوزراء رياض حجاب لا تتعدى نتائجه التأثير المعنوي فأن غياب كبار القادة العسكريين قتلا وانشقاقا خلف آثارا أبعد من ذلك ورغم أن النظام يبدو حتى الآن متماسكا خصوصا وأن الانشقاقات لم تصل بعد إلى نواته فأن الضربات التي تعرض لها وتحديدا الأمنية منها والتي كان بعضها قادما خلفت هالة من الخوف وانعدام الثقة داخل النظام فاغتيال المسؤولين الأمنيين الأربعة في الثامن عشر من يوليو الماضي بينهم وزير الدفاع داود راجحة زاد من مخاوف النظام من اختراق صفوفه ويقول ناشطون أن النظام يبذل جهودا كبيرة لمنع المزيد من انشقاقات منهم في مستوى رفيع ويتحدث محللون عن تغير السلوك العسكري بسبب تصاعد وتيرة الانشقاقات في صفوف الجيش السوري ويقولون أن المخاوف من انشقاق مجموعات من الجنود باتت تتحكم بإعطاء الأوامر لتنفيذ عمليات عسكرية وأن النظام بات يتفادى الدخول في معركة خسائرها أكبر من مكاسبها لنحية المخاطرة بانشقاق الجنود ولكن كل ذلك لم يمنع استمرار الانشقاقات من القاعدة إلى الهرم في وقت يبدو أن الأمور تتجه إلى المزيد من الاستنزاف وهو ما قد يدفع بمسؤولين كثيرين إلى التفكير بالخيارات الأخرى المتاحة أمامهم راغد بحنام العربية